برقية تهنيئة إلى سعادة الشيخ محمد بن راشد أهل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي بمناسبة فوز مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم الثالثة للطيران بالنفق الهوائي الداخلي للعام 2018 والتي ستقام في جرافيتي اندور سكاي دايفينغ هذا نصها الإبن العزيز سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة المحترم رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ الاعتزاز والتقدير فوز مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم الثالثة للطيران بالنفق الهوائي الداخلي للعام 2018 والتي ستقام في جرافيتي اندور سكاي دايفينغ والتي جاءت تتويجا لسمعة مملكة البحرين ومكانتها في الاوساط الرياضية العالمية كما أنها جاءت تتويجا لجهودكم وفريق العمل في بيان قدرة مملكة البحرين على استضافة هذه البطولة العالمية لما وفرتموه من أسباب متكاملة لإنجاحها قادت إلى ثقة العالمية في البحرين لإستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهم إنما تقدمونه من خلال شركة جرافيتي اندور سكاي دايفينغ لدعم الطيران بالنفق الهوائي الداخلي وجعله يجمع بين الرياضة والترفيه لهو محل تقدير واعتزاز ونؤكد لكم بأن الطموح واسع الأفق الذي قادكم إلى الإصرار على أن تستضيف مملكة البحرين هذه البطولة الهمة ويكتب لكم النجاح في ذلك بفضل همتكم وعزيمتكم سيلاقى بكل الدعم والإسناد من كافة الأجهزة الحكومية التي ستوجه بالاستعداد المبكر لهذه البطولة العالمية وتوفير كافة أسباب النجاح لها نسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير ومصلحة الوطن وتكريس مكانته في الأوساط الرياضية خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكرا جوابية من سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافتي هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعا رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الاعتزاز وعظيم التقدير تلقيت برقية سموكم المهنئة بفوز مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم الثالثة للطيران بالنفق الهوائي الداخلي للعام 2018 والتي ستقام في جرافتي اندور سكاي دايفينغ ويسرني أن أؤكد لسموكم رعاكم الله بأن هذا الفوز لم يكن له ليتحقق لو لا جهود سموكم التي هيئت مملكة البحرين لتتبوأ هذه المكانة العالية وتحظى بالثقة الدولية لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية إن الطموح الذي قاد إلى الإصرار على أن تكون مملكة البحرين المحطة الثالثة لهذا الحدث الدولي الرياضي الهام رغم المنافسة الشديدة من العديد من الدول استمد قوته من عزمكم وهمتكم التي لا تعرف الكلل ولا المستحيل أمام تحقيق كل ما مشأنه أن يرفع اسم مملكة البحرين خفاقا في مختلف المحافل الدولية ويشرفني في هذا المقام أن أرفع إلى سموكم خالص الشكري وعظيم الامتنان على دعمكم وإسنادكم لرياضة الطيران بالنفق الهوائي الداخلي وهو دعم جعل هذه الرياضة الوليدة في مملكة البحرين تقارع كبريات الدول العريقة فيها وتفوز عليها بسبق استضافة بطولتها العالمية وأسأل الله أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويديمكم ذخرا وسندا ابنكم المخلص محمد بن راشد أهل خليفة ترجمة نانسي قنقر